السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ الفاضل اللي قال لي في الحلقة السابقة لما كنا بنتكلم على جهاز الفرياك وقدرنا نحول منه الطيار من AC لDC ونقدر نحصل على الفولت بداية من 1 فولت ل250 فولت نقدر نزود ونقدر نهدي ونعمل كل حاجة زي ما احنا عايزين في واحد من حبيبنا المشاهدين المتابعين اللي دايما بنهتم وبنتابع كل التعليقات علشان نقدر نعملك الفكرة في الحلقة القادمة بإذن الله قال لي بعد إذنك ممكن أتحكم فيه سرعة وخفض وتزويد السرعة بالنسبة لي المطور بتاع المشاية الرياضية وده المهم يعني أنا قدمت حلقة شبيهة لكده ولكن برضو هنقدر نسبة ليك بالفيديو إذا كان بالفعل الفرياك هيقدر يحرك المحرك الDC ونتحكم في السرعة بداية من 1 فولت لحد 220 أو 250 زي ما احنا عايزين بحيث أقدر أتحكم في سرعة المطور هنا علشان ناخد الخارج بتاع الفرياك ياريت لو حد من أخواتنا لم يرى الحلقة بتاع الشرح يقدر يشوفها في الفيديو السابق عندي هنا الخارج بتاع الفرياك سأضغطه على برج دايود هذا الموجب والسالب سأوصله هنا على الأطراف الاسي وسأأخذ الموجب والسالب ووصلهم للمحرك اللي موجود معي سأخذ الأطراف ووصله هنا على الاسي لكي أبدأ أخذ من الفرياك وأشتغل وأجرب على المحرك أشوف المحرك ده بالفعل سيشتغل معي وهيبقى إيه المميزات وإيه العيوب فدايما بنقول للناس تشاهد المحتوى للنهاية لكي تطلع بنتيجة ممتازة في مشاهدة الفيديو أي معلومة أي حاجة زي كده بنقدر نقولها لك ولكن لما يأتي دورها في الفيديو هنقول لك دي مميزاتها إيه وعيوبها إيه كده تمام عندي بقى الأطراف بتاعت الخارج اللي هي الدي سي الطرف الموجب والطرف السالب هأخذهم هنا على المشابك دي علشان أبدأ أوصلهم على المحرك يد الطرف الموجب الأحمر والسالب الأصمر بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نأخذهم على أطراف بتاعت المحرك عند السالب برضو قادي اللون الأصمر وقادي اللون الأبيض ده طرف الموجب أهو هوصل عليه الموجب بتاع الدي سي وده طبعا ده احنا عرفينه قرس ده ملوش أي لازمة بالنسبة لي كده تمام هنبدأ بقى نوصل الكابل بتاع الفرياك فيه آآ المشترك ده علشان ناخد منه المئتين وعشرين ونبدأ نهد الفولت كده على ايه؟ على الصفر أنا جبت الفرياك على الصفر اهوه علشان أبدأ أشتغل مع المحرك واحدة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم نجرب كده بسم الله تمام نبدأ نجرب كده بسم الله الرحمن الرحيم شايفين يا جماعة؟ بداية من أول خمسة فولت بدأ يشتغل معايا كده ده شغال معايا زي ما انتم شايفين سرعة بطيئة جدا طب أنا عايز أزود السرعة أقدر أزود السرعة طبعا أنا عندي التنبورة دي أنا اللي مركبها لسبب أن أنا كنت بعمل فيديو بنت الكهرباء من المولد ده كنت بشغله كمولد علشان يخرج منه كهرباء فأنا كنت مركب التنبورة دي لكن هو يفترض أنها كان فيه هنا مروحة تبريد للمحرك اللي موجود معي ولكن أنا هنا كده بجرب اهوه السير ده اللي بيشد الطنبورة دي بيركب عليها السير بتاع المشاي هبدأ ألفه اهو بسم الله الرحمن الرحيم واحدة واحدة اهه شغال طب نزود شغال نزود شغال كده نلسه على 25 فولت ومشاء الله شغال معايا بسرعة عاملة ازاي؟ نزود تاني شغال نزود كمان شغال وزاي الفول كده كمان اهه بسم الله ما شاء الله كمان يا جماعة شغال بسم الله ما شاء الله اهه كده وصلت الميت فولت انا بقولك السرعة طيران سريع جدا بسم الله ما شاء الله كده وصلت المية وخمسة وعشرين وصلنا المية وخمسين مية وخمسين فولت مية وسبعين فولت بسم الله ما شاء الله سرعة رهيبة جدا يعني زي ما انتو شايفين ولكن السرعة رهيبة جدا 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 طب انا عايز اخفض برضو السرعة هبدأ اخفض زي ما انا عايز وابدأ ارفع زي ما انا عايز بالنسبة للمحرك الديسي عايز اقول بقى الاخويا وحبيب اللي مازال بيشوفني لحد الان اللي دايما بيستفيل لان كل معلومة لها وقت مبدئيا احنا اثبتنا ان الفرياك قادر يشغل المحرك دي هنا ما شاء الله برضو العزم يشغل كويس ما شاء الله نهد كمان شوية انا بحاول امسكه كده مش قادر اهو ما شاء الله عزمه ممتاز عزم مازال عزمه ممتاز يعني مش قادر امسكه بصراحة طيب ماشي نهد كمان نهد لحد ما يوقف معايا انا عايز اقول بها لاخوتي اللي مازال يشاهدون لحد الان وده اهم حاجة هتسمحها في الفيديو الفرياك ده قدرته خمسمائة واط طيب انا عايز الغي بقى الكارتة بتاعت المشاية الرياضية واقول وداعا للكارتة بتاعت المشاية الرياضية نهائيا لان انا كده خلاص انا هاقدر اشتغل واشغل السير على السرعة المطلوبة بالنسبالي وازود وهدي واعمل كل اللي انا عايزه الكلام ده ينفع الكلام ده ينفع بالفعل وانا عملته عندي بنفس الفرياك ده ولكن الفرياك الخمسمائة واط ده صغير لو قدرت تجيب واحد خمسة كيلو اتنين كيلو تلاتة كيلو قدرة اعلى من النص كيلو ده صدقني هيشتغل معك في المشروع ده مشروع قيم وهتقدر تتحكم في المشاية الرياضية زي ما انت عايز وهنقول وداعا نهائيا للكارتة اللي بتبوز مننا كتير بتاعت المشاية الرياضية لان فعلا النتيجة مشرفة جدا نتيجة ممتازة جدا كلنا عايزين حاجة تشتغل معاك كسرعات وبعيد عن الكارتة او الدائرة الباور اللي بتبوز مني دايما وشعبها غالي جدا كمان في المشاية الرياضية فان شاء الله باذن الله لو حبيت تعمل المشروع ده عندك تقدر تعمله ولكن تكبر الفرياك تخليه على الاقل اتنين كيلو او خمسة كيلو او تلاتة كيلو زي ما انت عايز انما انا مبدئيا لو عايز اعمل مشروع من الحركة بتاعت المحرك اللي معايا ده هقدر اعمل المشروع اللي انا عايزه واخد السرعة اللي انا محتاجها والقدرة اللي انا محتاجها برضو ده عظيم جدا انك تعمل حاجة بنفس الفكرة وبنفس التفكير انا بقى ما بخالش على حد من اخواتنا باي معلومة فيريت بقى حضرتك ما تبخلش علينا باللايك الجميل وكمان تشرفنا بالاشتراك في قناتنا ويريت تكتب تعليم اكتب استمر علشان اعرف ان حضرتك شفت الفيديو للنهاية اكتب استمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته